اهلا بحضراتكم مشروع القطار الكهربائي السريع من المشروعات الهمة بتأكيد اضافة كبيرة في وسائل المواصلات الجمعية المشروع بيقوم على انشاء ثلاثة خطوط لقطار سكة حديد كهربائي فائق السرعة لنقل الافراد والبضاءة في مصر باجمالي اطوال حوالي 2000 كيلو متر خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض التفاصيل عن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع والجاري تنفيذه حاليا الخط الثاني بيمثل اهمية كبيرة نظرا لانه بيربط عدد كبير من المحافظات واطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجاري تنفيذه حاليا ويخدم محافظات السعيد وايضا من اكتوبر والاقصر واسوان وابو سنبل وهو خط بطول 1400 كيلو متر اطلق على الخط الثاني اسم الخط الأحمر وبه قطارين قطار سريع وقطار قليمي بيشمل الخط الثاني للقطار السريع 36 محطة 36 محطة منها 9 محطات سريعة و27 محطة اقليمية بيضم الخط الثالث ايضا انواع من القطارات نوع السريع سرعة 250 كيلو متر في الساعة وايضا قطار بسرعة 160 كيلو متر في الساعة وقطار البضاء بسرعة 120 كيلو متر في الساعة ويتم تشغيل 20 قطار كهربائي بسرعة 230 كيلو متر في الساعة أيضا سيتم تشغيل لـ 48 قطار كهربائي إقليميا بسرعة 160 كم في الساعة الخط الثاني أيضا بيضم 20 جرار بضاء كهربائيا بسرعة 120 كم في الساعة والسرعة التصميمية للمشروع 250 كم في الساعة والسرعة التشغيلية 230 كم بيوازي مصار الخط الثاني للقطار السريع طريق الصحراوي الغربي ويتم ربط الخط الثاني أيضا مع الخط الأول للقطار السريع عند حضائق أكتوبر ويتم ربطه مع الخط الثالث في قنة والغردقة وأيضا سفاجة في محطة أنا بيتم تنفيذ المصار من جانب الشركة المصرية منها الجسر الترابي لإسكا وأيضا بيتوقف الخطار السريع في محطات بتخدم عواصم المحفظات من المعلومات الهامة أيضا عن القطار الكهربائي السريع هو مشروع إنشاء ثلاثة خطوط لقطار سكة حديد كهربائي فقط بسرعة لنقل الأفراد والبضائع قلنا في مصر بتقوم بإنشاء تحالف شركات سيمز الألمانية وأيضا المولون العرب وأوراسكوم وبتبلغ تكلفة الإنشاء بنحو 11 مليار دولار أمريكي أيضا بينضم مشروع القطار الكهربائي السريع لمنظومة النقل النظيف للأفراد بالقطارات الكهربائية في مصر واللي تتكون من مترو القهرة ومترو الإسكندرية وأيضا القطار الكهربائي الخفيف الـ LRT وبيعملين بالتوازي طبعا مع سكة حديد مصر لنقل الركاب والبضائع من وإلى المدن المصرية بيقوم أيضا اتحاد شركتي دوتيبان وأيضا سويدي إلكتريك بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لمدة 15 عام قبل للتجديد 15 عام أخرى بإجمالي تعاقد لمدة 30 عام إلى هنا تنتهي هذه التغطية شكرا لحضرتكم على المتابعة وإلى اللقاء